أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى هذه النشرة الإخبارية نقدمها لحضرتكم من قناتكم أينفاند كاتخة أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله سيترأس اليوم الأربعاء إحياء ليلة المولد النبوي الشريف بمسجد حسان بمدينة الرباط الوزارة قالت في بلاغ لها أن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أمير المؤمنين صاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس إحياء ليلة المولد النبوي الشريف بمسجد حسان بمدينة الرباط وذلك بعد صلاة مغرب يومه الأربعاء الحد عشر من ربيع الأول ألف واربعمائة وخمسة وأربعين هجرية موافق للسابع والعشرين مشتمبر الفين وثلاثة وعشرين ميلادية اختارت اللجنة التنفيذية للكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم المملكة المغربية لاستضافة النسخة الخامسة وثلاثين من بطولة إفريقيا للأمم التي ستقام سنة الفين وخمسة وعشرين وجاء هذا الاختيار خلال انعقاد اللجنة التنفيذية للهيئة الكروية القرية اليوم الأربع بالقاهرة بحضور أعضائها من ضمنهم السيد فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم كما أعلنت اللجنة التنفيذية للكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم اليوم عن اختيار الملف المشترك الذي تقدمت به كينيا وتنزانيا وأوغندا لاستضافة كاسي فريقيا للأمم عشرين سبعة وعشرين والآن مشاهدنا الكرام نتحول إلى مقر وكالة المغرب العربي للأنباء لمتابعة الندوة الصحفية الأسبوعية التي يعقيدها الناتق الرسمي باسم الحكومة سيد مصطفى بيتاس لنتابع الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة مكفول الأمة قدمه السيد عبدالطيف لديي الوزير المنتدب ندى السيد رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني في وفق عرضه على أنظار المجلس الوزاري لذلك تداول مجلس الحكومة والصادقة على مشروع المرسوم بقانون رقم جوجلت عشرين ثمانمائة أسبعين بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحدات المطارة قدمه السيد مصطفى بيتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة نيابة عن السيد فوزي القجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية ويأتي هذا المشروع تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب جلال الملك محمد السادس حفظه الله الرامية إلى إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز حيث تم إعداد البرنامج على مدى خمس سنوات 2014-2028 وتغطي الصيغة الأولى من هذا البرنامج المندمج ومتعدد القطاعات الذي قدم بين يدي جلالة الملك في جلسة عمل منعقدة بتاريخ 20 شتنبر 2023 الست أقاليم والعمالة المتأثرة بالزلزال مراكوش، الحوز، تارودانت، ششاواء، زلال وورزازت مستهدفة ساكنة تبلغ 4.4 مليون نسمة من أجل تنزيل ناجع لهذا البرنامج المهيكل تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية الداعية إلى ضرورة اعتماد حكامة النموذجية مقوماتها السرعة والفعالية والدقة والنتائج المقنعة حتى يصبح برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة نموذجاً للتنمية الترابية المندمجة والمتوازنة يهدف مشروع هذا المرسوم بقانون إلى إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي تحت اسم وكالة تنمية الأطلس الكبير يُعهد إليها بالإشراف على تنفيذ هذا البرنامج وتدبير مشاريعه ويتضمن هذا المشروع مجموعة من المقتضيات تهم تحديد المهام والصلاحيات المنوطة بالوكالة والمتمثلة على الخصوص في إنجاز مجموع مكونات ومشاريع البرنامج ولسيما إنجاز مشاريع إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة مع أخذ البعد البيئي بعين الاعتبار وفي احترام تام للترات المتفرد وتقاليد وأنماط عيش ساكنة المناطق المعنية وكذا لضوابط ومعايير البناء المقاومة للزلزال وإنجاز مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمناطق المستهدفة المدرجة بالبرنامج المذكور والعمل على تحقيق التقائية وانسجام المشاريع المدرجة بالبرنامج بتنسيق مع مختلف الإدارات والفاعلين المعنيين وتتبع إنجاز البرنامج وإعداد حصيلة الإنجازات ولا سيما مستوى تقدم إعداد المشاريع والالتزام بالنفقات ومستوى تقدم الأشغال ووضعيات الأداء بالإضافة إلى مقتضيات تهم التنصيص على إبرام عقد برنامج بين الدولة والوكالة يحدد على الخصوص مكونات البرنامج وأهدافه وكيفيات تمويله وكذا الجدول الزمنية لإنجازه والمحددة في خمس سنوات وتحديد أجهزة إدارة وتسير الوكالة المتمثلة في مجلس التوجيه الاستراتيجي الذي يرأسه رئيس الحكومة والمدير العام للوكالة وتحديد مهام واختصاصات كل منهما وتحديد التنظيم المالي والإذاري والمالي للوكالة وإبرامي وإلزامي إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات المعنية بموافة الوكالة بطلب منها بالمعطيات والمعلومات والوطائق الضرورية لتمكينها من الإطلاع بالمهام الموكولة إليها مع فتح إمكانية لجوء المدير العام للوكالة إلى الولات والعمال المعنيين من أجل إصدار التراخيص اللازمة لإنجاز مشاريع البرنامج في حالة تأخر أو رفض غير مبرر من طرف الإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات المعنية لمنح هذه التراخيص ووصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم جوج 23-819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموضة في قطاع التربية الوطنية قدمه السيد شاكيب بن موسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ويندرج هذا المشروع بإطار تنفيذ أحكام القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتفعيل التوجهات الواردة في النموذج التنموي الجديد وانسجاماً والبرنامج الحكومي 2021-2026 الذي يولي أهمية كبرى للتعليم باعتباره ركيزة من ركائز الدولة الاجتماعية اتسعى الحكومة إلى رد الاعتبار لمهنة التدريس بإشراك النقابات التعليمية الأكثر تمتيلية وهو ما تجسد في توقيع اتفاق 14 يناير 2023 تحت إشراف السيد رئيس الحكومة والذي تم بموجبه تحديد المبادئ الكبرى للنظام الأساسي الجديد الخاص بموضف قطاع التربية الوطنية ويتوخى هذا البشروع أيضاً تنزيل الالتزامات الواردة في خارطة طريق الإصلاح الطربوي 2022-2026 خاصة ما يتعلق بإرساء نظام للتدبير المصاري المهني يحط على الارتقاء بالمرضودية لما فيه مصلحة المتعلمات والمتعلمين وبالنظر للصبغة الاستعجالية لمشروع المرسوم السالف الدكر عملت الوزارة على اقتراح مشروع مرسوم بقانون رقم جوج 23781 بهدف مراجعة الأحكام المتعلقة بالموارد البشرية صادق عليه المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 14 شتنبر 2023 كما صادقت عليه لاحقاً كل من لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس النواب ولجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين وتزيداً لهذه التوجهات تم إعداد مشروع هذا المرسوم الذي ستخدع لمقتضايته كل الموارد البشرية العاملة بقطاع التربية الوطنية وذلك بإدماج الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وإلغاء الأنظمة الاثنى عشر التي كانت تسري عليهم من قبل وقد تم إعداد مشروع هذا المرسوم وفق مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمتيلية حيث تم في هذا الصدد إحداث لجنة عليا برئاسة وزير الطربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وعضوية الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمتيلية الموقعة الاتفاق السالي في الدكر التي عقدت ست اجتماعات مع تشكيل لجنة تقنية مشتركة بين الإدارة وهذه النقابات عقدت بدورها 24 اجتماعاً تجدر الإشارة إلى أن هذا المرسوم الذي سيدخل حيث تطبيق اعتباراً من فاتح شتنبر 2023 يستند على مرتكزات أساسية تهم تحقيق التكامل والانسجام وتعزيز جاذبية المهنة وإلزامية التكوين الأساسي والمستمر وتتمين الاستحقاق كما يتأسس كذلك على مبادئ التوحيد والتحفيز والالتزام والمسؤولية والمرضودية بدو في الأسئلة تفضل السيتي تحية طيبة إذن كنتم مشاهدين الكرام مع وقائع الندوة الصحفية التي يعقدها السيد الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى بيتاس كل تفاصيل فيما جاء في هذه الندوة نطلعكم عليها مشاهدين الكرام في نشرتنا القادمة في موضوع آخر قرر مجلس بنك المغرب لإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في ثلاثة بالمئة وفد بنك المغرب في بلاغ صدر عقب الاجتماع الفصلية الثالث لمجلسه برسم سنة عشرين ثلاثة وعشرين بأنه بالنظر إلى مستوى الليقين العالمي المرتبط بتطورات الظرفية الدولية وبالسياق الوطني بعد الزلزال قرر المجلس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في ثلاثة بالمئة رغدا قبوري مجلس بنك المغرب قرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في ثلاثة بالمئة وأفد البنك أنه بالنظر إلى مستوى الليقين العالي المرتبط بتطورات الظرفية الدولية وبالسياق الوطني بعد الزلزال قرر المجلس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير نظرا لما تخدته المكون الأساسي دير تدخم وكذلك توقعات لتنطلبهم الإخصائيين شنو نظر ديرهم في الشهور المقبلة فيما يخص هذه النسبة دير تدخم قرر المجلس على أنه يخلي سعر المديري رئيسي دير البنك المغرب في 3% بدون تغيير وبحسب توقعات بنك المغرب من المرتقب انخفضوا التدخم من 6.6% سنة 2022 إلى 6% في المتوسط خلال سنة 2023 ثم إلى 2.6% سنة 2024 أن بالنسبة المتوسط للسنة 2023 لرقم التدخم سيكون حد 6% ولكن في 2024 سيكون جوج فاصلة 6% وأما على سعيد الحسابات الخارجية وبعد الدينامية القوية المسجلة في السنتين الماضيتين توقع بنك المغرب أن تعرف مبادلة السلعش بها استقرار في سنة 2023 قبل أن تشهد انتعاشا نسبيا في سنة 2024 ومن المتوقع أن تظل الوردات خلال سنة 2023 في نفس المستوى المسجل سنة 2022 مع انخفاض الفاتورة الطاقية إلى 149.1 مليار درهم تشارك عناصر القوات المساعدة التابعة للقيادتين الإقليميتين بطنجة صيلة والفحص أنجرة بكثافة في حملات التبرع بالدم وذلك تضامناً مع ضحايا زلزالي الحوزة رضوان مستقيم تضامناً مع ضحايا زلزالي الحوز شاركت عناصر القوات المساعدة التابعة للقيادتين الإقليميتين بطنجة أصيلة والفحص أنجرة بكثافة في حملات التبرع بالدم هذه العملية الإنسانية النبيلة التي انطلقت غداة الزلزال وتتواصل بشكل منتظم بالمركز الجهوي لتحقن الدم بطنجة تهدف إلى المساهمة في توفير الكمية الكافية من هذه المادة الحيوية لإنقاذ المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية وتعزيز المخزون الوطني من الدم ومشتقاته يساهم في هذه الحملة نساء ورجال هذا الجهاز بمختلف رطبهم ودرجاتهم على مستوى جميع الوحدات التابعة للعملتين وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم المفتشية العامة للقوات المساعدة شطر الشمال بجميع مكوناتها بالتعازي والمواساة الخالصة لأسر الضحايا مع متمنيتها بالشفاء العاجل للمصابين داعين الله عز وجل أن يحفظ بلدنا من كل مكروه مجددين تجندنا الدائم لخدمة وطننا متشبتين بشعارنا الخالد الله الوطن الملك ومن شأن هذه العملية أن تجسد الانخراط الفعلية لعناصر القوات المساعدة في الزخم التضامني مع ضحايا الزلزال الذي خلف العديد من القتل والمصابين كما تكرس روح التضامن والتعاون والاستجابة الطوعية في السياق وفي إطار تنفيذ التوجهات السامية لصاحب الجلال الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس يركاني الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نظمت القيادة الجهوية للقوات المساعدة بابن ملا الخنيفرة حملة للتبرع بالدم لقت إقبالاً كبيراً من جانب عناصر كافة الوحدات التابعة للقيادة عبدالطيف بن طل في بادرة إنسانية ووطنية نظمت القيادة الجهوية للقوات المساعدة بابن ملا الخنيفرة حملة للتبرع بالدم حملة لاقت الإقبال من جانب عناصر كافة الوحدات التابعة للقيادة يستاهم في هذه الحملة نساء ورجال هذا الجهاز بمختلف رتبهم ودرجاتهم على مستوى جميع الوحدات تابعة لجهاز بن ملا الخنيفرة الحملة هذه تندرج في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية إثر الزلزال الذي ضرب عدة مناطق من المملكة هذا العمل الإنساني يجري تحت إشراف المفتش العام للقوات المساعدة شطر الشمال يعكس الروح والثقافة السائدة داخل هذا الجهاز ويؤكد التزامه غير المشروط بتقديم يد العون للمواطنين بكل تطوع هذه الحملة فرصة لتجديد التأكيد على المساهمة الفعالة للقوات المساعدة في المبادرة التضامنية والإنسانية والإسام أيضا في تجديد مخزون الدم قامت مؤسسة محمد الخامس لتضامن بالجماعة الترابية تمسلحت بإقليم الحوز قامت بتنظيم مجموعة من الأنشطة الطبية والاجتماعية والإنسانية والتضامنية لفائدة 500 تلميذة بالسلك الإعدادي ينحدرنا من العديد من المناطق المتدررة من زلزال الحوز رغدا قبوري 500 تلميذة بالسلك الإعدادي ينحدرنا من مختلف المناطق المتدررة من زلزال الحوز استفدنا من مجموعة من الأنشطة الطبية والاجتماعية والإنسانية والتضامنية من الساعات الأولى الوقوع الكاريتا وبتعليمات من صاحب جلال الملك محمد سادس لينسرو اللي اعطت تعليمات الفورية دياله بش المؤسسة تتعبأ بجميع الإمكانية دياله وتكون بجانب سكان المتدررين تقديم المساعدات دعم جميع أنواعه لهذه الساكنة المتدررة والمؤسسة منذ الساعات الأولى وضعات برنامج متكامل لهو كيدخل في دعم اختصاصات المؤسسة بكل ما هو عمل إنساني مساعدات إنسانية دعم نفسي دعم اجتماعي ودعم طبي المبادرة التضامنية تندرج في إطار الجهود الكبيرة المتواصلة والمستمرة المبدولة من قبل مؤسسة محمد الخامس للتضامن بتنسيق تام مع متدخلين آخرين من أجل تقديم المساعدة والمساندة للأشخاص المتدررين من زلزال الحوز وخاصة التلاميذ الذين استفادوا من برنامج خاص للمواكبة النفسية والاجتماعية والطبية من أجل تمكينهم من العودة إلى مقاعد الدراسة وتجاوز أثار هذه الكارثة الطبيعية عبر العالم قال حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية إن هجوما جويا شنته روسيا خلال الليل على ميناء إسماعيل الذي يعد منفذ نساسي لتصدير الحبوب الأوكرانية أسفر عن إصابة شخصين وألحق أدرارا بالبنية التحتية قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا قصفت بنية تحتية للموانئ وصومع الحبوب في أوكرانيا في هجوم بطائرات مسيرة خلال الليل على ميناء إسماعيل لتصدير الحبوب الواقع على الحدود مع رومانيا والذي أصبح منفذا رئيسيا لتصدير المنتجات الأوكرانية منذ انسحاب روسيا من صفقة الحبوب في المقابل ردت كييف بمجموعة من الهجمات داخل روسيا والشبه جزيرة القرم كما شنت هجوما مضادا تقول إنه يحقق مكاسب في جنوب زابوريجيا هذا وأعلنت أوكرانيا تصديها لعشرات الطائرات المسيرة وإسقاط 26 منها كما قصفت مقر للقيادة الروسية بالقرب من خيرسون بواسطة صاروخ هايبارس أما الجانب الروسي فأكد إسقاط مسيرتين أوكرانيتين في أجواء منطقة كورسك فيما أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية إسقاط سبع مسيرات في أجواء المقاطعة أما في القرم فأعلن حاكم مدينة سيفاستوبل أحبط هجوم صاروخي قرب مطار بيليبيك في المدينة وبهذا مشاهدنا الكرام نوقع نهاية هذه النشرة قدمناها لحضراتكم من قناتكم شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء